السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث تجاري شعب الشؤون القانونية معكم أستاذ محمد عرفات ان شاء الله هنعمل النهاردة مراجعة عامة على مادة اللوائح المالية والإدارية هنحاول بقدر إمكان نغطي جميع أجزاء المنهج معنا أسئلة كتير هنغطي بيها الأجزاء بتاعت المنهج كامل ان شاء الله طبعا احنا عندنا عارفين ان جميع المواد القانونية الست مواد اللي عندنا مقررين من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة فطبعا انتوا ملتزمين ان انتوا تذكروا الكتاب كله طيب عشان ما نضيعش الوقت بتاعنا فنخش على طول على الأسئلة بتاعتنا بداية كده مثلا بيقولك أذكر تعريف القرار الإداري ايه هو القرار الإداري؟ القرار الإداري هو إفساح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يحدده القانون عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمجتدى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانون معين هنا يعني جهة الإدارة بتفسح بتقول عل عندها مش معنى هي عشان القانون أعطاه السلطة والصلاحية لتصدر القرار طيب لما تصدر القرار إيه اللي هيحصل أكيد هيترتب عليه أثر قانوني معين زي أصدرت الوزارة قرار بفصل مثلا عامل من الوظيفة بسبب ارتكابه جريمة معينة هنا يعتبر الإدارة هي طبعا صاحبة السلطة والاختصاص في إصدار القرار دي حاجة الحاجة التانية هتعتبر أحداثة أثر قانوني معين إيه الأثر قانوني؟ إن الموظف ده أصبح مش عندنا أصبح مفصول يعني أصبح شو موظف كده طيب بعد كده ما هي أنواع القرارات الإدارية؟ القرار الإداري عندي بينقسم إلى أربع أنواع فيه قرار إيجابي وفيه قرار سلبي فيه قرار فردي وفيه قرار تنظيمي بسرعة كده قرار إيجابي زي مثلا أزارت الوزارة قرار بتعيين مدرس في المدرسة المدرس راح المدير بيقول له خد أنا جاي من الوزارة وهتعين عندكو المدير خد الورق وعينه كده اسمه قرار إيجابي يعني أم بفعل شيء أما القرار السلبي أنا دلوقتي الوزارة أصدار القرار الموظف أو المدرس معينه هو يتعين في مدرسة معينة أو لما راح المدرسة المدير امتنى عن استلام الأوراق ورفض أنه هو يشغله عنده يبقى هنا اسمه قرار سلبي امتنى عن فعل شيء فيه بعد كده القرار الفردي القرار الفردي لما بكون بكلم شخص معين بذاته يعني أنا اتكلمت عن شخص معين اسمه معين ساكن في مكان معين هو ده اللي احنا عينناه يبقى ده اسمه قرار فردي صادر تجاه شخص معين بالذات طيب فيه قرار تنظيمي هنا قرار تنظيمي أنا ما بخصتش شخص معين بذاته وما أنا اتكلمت عن مين أنا اتكلمت عن جماعة يعني مثلا جيت أصدرت قرار جميع المحلات في الساعة عشر أنا هنا حددت محلات ايه بالذبط أو مين أو مين الشخص اللي هي في المحل بتاعه بالذبط لا طبعا أنا هنا اتكلمت بشكل عام يبقى هنا اسمه قرار تنظيمي يبقى كده أربع أنواع من القرارات عندي قرار إيجابي وقرار سلبي وقرار فردي وقرار تنظيمي فيه بعد كده اللوايح أنا عندي خمس أنواع من اللوايح فيه لوائح تنفيذية تنظيمية ضبط تفويد ضرورة أنا أود أول حاجة اللوايح التنفيذية إيه هي اللوايح التنفيذية؟ هي التي تضمن الأحكام اللازمة لتنفيذ القوانين وتصدر عن رئيس الجمهورية وله أن يفاوض غيره في إصدارها يعني هنا أنا أفترض أن فيه قانون أصدره مجل الشعب القانون ده عمره ما هيتنفذ إلى لما تصدر ليحة تنفيذية من رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون وتطبيقه وتنفيذه على المواطنين طيب خلي بالك هنا اللوايح التنفيذية اللي يصدرها رئيس الجمهورية فيه بعد كده لوائح تنظيمية تنظيمية التي تكون السلطة التنفيذية بإصدارها بقصد إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وتصدر بقرارات جمهورية هنا لوائح تنظيمية خاصة مثلا بتنظيم مرافق زي إنشاء مستشفى حكومة زي إنشاء مثلا مدرسة حكومة فهنا تسمى لوائح تنظيمية طبعا عشان ننشي المدرسة أو مستشفى حكومة لازم أن تنشأ عن طريق ليحة بتسمى ليحة تنظيمية فيه بعد كده لوائح الضبط إيه هي لوائح الضبط؟ هي اللوايح التي يصدرها رئيس الجمهورية بقصد المحافظة على النظام العام بمدلوله السلاسي اللي هو الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة دي لوائح بنظرها زي مثلا أيام القرار لما أصدروا قرارات بي مثلا جميع الطلاب هتروح يعني مش جميع الطلاب بعض من الطلاب هيروح يوم مثلا حد وبعض الثاني هيروح الاثنين والثلاث وهكذا وزعناها فهنا دي لوائح الطبيعي إن إحنا كلنا بنروح أيام الأسبوع جميع أيام الأسبوع ولكن الزروف معينة عشان أضبط مثلا السحة العامة خليتها أيام إيه محدد طيب دي اسمها لوائح ضبط فيه بعد كده عرف اللوايح التفويدية بص أولا ما قولك كلمة لوائح تفضلية قبل ما نقول التعريف يعني أنا المفروض اللوايح دي كانت تصدر عن طريق مجلس الشعب ولكن مجلس الشعب هنا فوض رئيس الجمهورية في إصدارها يبقى المجلس هنا منعقد وموجود بس نتيجة لظروف معينة ففوض رئيس الجمهورية في إصدارها إيه هي بقى لوائح تفويدية هي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية في الظروف السسنية يعني عندنا حالة ضرورة حالة حرب مثلا فيه وجود مجلس الشعب يعني المجلس منعقد وموجود وبناء على تفويد خاص من المجلس طبعا بدوابط معينة وكمان شوية نذكر الدوابط بتاعت إصدار اللوايح التفويدية من رئيس الجمهورية طيب فيه بعد كده عرف لوائح الضرورة لوائح الضرورة قريبة برضو من لوائح التفويدية ولكن الاختلاف في التفويدية كان المجلس موجود أما في لوائح الضرورة المجلس مش موجود يعني في غيبة مجلس الشعب موجود يبقى هي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة مجلس الشعب في غيبة مجلس الشعب لمواجهة الظروف السسنائية لا تحتمر التأخير بدوابط معين يعني نظر ان مجلس الشعب مش موجود ومش منعقد وإحنا عايزين ناخد قرار سريع لو استنظرنا المجلس ينعقد ويبقى موجود في الحالة دي طبعا الدنيا يكون خربة خالص فبنتطر نلجأ لرئيس الجمهورية لإصدار هذه اللوائح فبتسمى لوائح الدرورة طيب القرار الإداري اللي عندي ليه خمس أرقان أي قرار اللي احنا قلناه من شوية يفسح جهة الإدارة عن الوضعات الملزمة بملاها بمكتد القوانين سلطة عامة طبعا لإحداث أثر قانوني معين القرار دوت ببليغ خمس أرقان واحد ركن الإختصاص اتنين ركن الشكل تلاتة ركن السبب اربع ركن المحل خمسة ركن الغاية لو ركزنا في الخمسة الدول هتلاحز ان فعلا أي قرار إداري بيصدر من جهة الإدارة هتلاحى الخمس أرقان موودين ندي مثال بسيط أصدارة وزارة تربية وتعليم قرار بفاصل مدرس أو مثلا بخصم من مرتب موظف أو مدرس مية جنيه نظرا لتأخره الدائم عن الوظيفة هنا لو لاحزنا القرار دوت فيه خمس أرقان واحد ركن الإختصاص مش أي حد بيصدر القرار ده لازم من الشخص المختص فهنا قلنا قلنا هنا وزارة تربية وتعليم طيب اتنين ركن الشكل شكل القرار كان عامل زي هل هو كان قرار شافوي ولا قرار مكتوب طيب ثلاثة وكمان برضو شافة ومكتوب وهل بأسباب ولا من غير أسباب ثلاثة ركن السبب يعني لازم أن يكون هناك سبب يخليني أصدر القرار أنا مش بعاكب أي شخص وخلاص إيه السبب اللي عندنا؟ إنه هو الدائم إنه هو يتأخر عن الوظيفة ركن المحل المحل اللي هو الأثر القانوني المترتب على القرار إيه الأثر القانوني الترتب هنا؟ أنا لما أصدرت القرار بالخصم مرتب موظف 100 جنيه إيه اللي حصل هنا؟ المرتب بتاعه قال لمية جنيه يبقى ده الأثر القانوني الترتب على إصدار القرار الإداري آخر الركن فيه اللي هو الركن الغاية الغاية هنا أو الهدف إيه الهدف من إصدار القرار؟ هو أنا أصدرت القرار بخصم مرتبه 100 جنيه ليه؟ عشان بيتأخر طيب أنا إيه الهدف اللي أنا عايز أوصله من الخصم دوت؟ إنه ما يتأخرش تاني والتزم بالموعيد بتاعته فلو لاحظنا أي قرار إدارها يصدر هتلاقي موجود فيه الخمس أرقان طيب هناخد ركن الاختصاص إيه هو تعريفه؟ هو السلطة أو الصلاحية القانونية لإصدار القرار يعني هنا ركن الاختصاص مش أي حد يصدر القرار ده لازم أن يكون صاحب سلطة وصلاحية في إصداره يعني الشخص المختص المسؤول اللي القانون أعطى الحق في إصدار القرار طيب الاختصاص ده ليه أربع عناصر خلي بالك أرقان القرار خمسة أما عناصر ركن الاختصاص أربعة ركن الاختصاص الأربع عناصر بتبعه عنصر شخصي يعني لازم أن يصدر القرار يكون صادر من الشخص المسؤول عن إصدار عنصر موضوعي طبعا كل شخص اللي مواضيع معينة بيصدر فيه القرار ما ينفعش يتعدها رقم ثلاثة عنصر مكاني نفتره هو مثلا مدير في مدرسة معينة ينفع لما يصدر القرار يصدره مدرسة تانية مش مدرسة لا طبعا هو بيصدر القرار في المكان اللي هو موجود فيه فقط عنصر زماني يعني مثلا نفتره ده هو كان مدير وتلع معاش ينفع يصدر القرار لا طبعا الأنصر الزماني بالنسبة له إيه انتهى طيب فيه بعد كده حالات تتحقق فيها عيب عدم الاختصاص فيه بقى عندي نوعين من عدم الاختصاص فيه عدم اختصاص جسيم وفيه عدم اختصاص بسيط يعني أنا ممكن أصدر القرار مش من حق اللي أنا أصدره في ساعتك بنقول عليه عدم اختصاص جسيم أنا منش علاقة للوظيفة ولا بالقومة ولا بالمدرسة ولا ليه علاقة بأي حاجة خالص جايب مثلا وانا ماشي كده في الطريد دخلت على المدرسة أصدرت قرار هل من حقي؟ أكد لا طبعا أنا منش علاقة يبقى هنا اسمه عيب عدم اختصاص جسيم مش من حقي خالص أما مثلا أنا مدرس في المدرسة والمفروض اللي بيصدر القرار المدير فأنا أصدرت القرار مكان المدير فهنا بنسميه عيب عدم اخصاص بسيط ليه قلت عليه بسيط؟ لأن أنا موظف برضو وموجود في المدرسة أه مش منها أصدر القرار والمفروض الرئيس بتاعه واللي يصدره ولكن أنا أتعدل فهنا مش هنقول عليه عيب عدم اخصاص جاسيم لا أقول عليه عيب عدم اخصاص بسيط طب إمتى أقول عليه عيب عدم اخصاص جاسيم أو اختصاب السلطة؟ أربع حالات عندي واحد إذا صدر القرار الإداري من فرد عادي ليست له أي صفة عامة زي ما رأت لك واحد جاي مثلا ماشي في الطريق دخل المدرسة أصدر قرار مش من حق اتنين اعتداء السلطة التنفيذية على اخصاص السلطة التشعيعية بص احنا عندنا طبعا ثلاث سلطات في الدولة تنفيذية تشريعية قضائية هنا السلطة التشريعية أو التنفيذية تعدت على أعمال السلطة التشريعية المفروض اللي بيصدر القوانين أو بيعمل مشروع قانون ويصدره المفروض مجل الشعب هنا السلطة التنفيذية التي تدخلت وزارة القوانين مش منها طبعا تمام هي تصدق على القوانين والطباعة المواطنين اه انما منفعش تصدره اثنين تلاتة اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضاية هو انا ينفع لها مثلا السلطة التنفيذية تصدر قرار اداري حكم او مثلا حكم اداري لا طبعا مش منها اه لان الاحكام الادارية او اي احكام عموما بتصدر من السلطة ايه القضاية فهنا الثلاث سلطات لا يجوز لأي سلطة من الثلاثة أنهم أصلا يتعدوا على اختصاصات معه رقم أربعة اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية أخرى لا تمتلها بأي سلة زي ندي مثال مثلا في وزير تربية وتعليم اعتدى مثلا على اختصاصات وزير الصحة هل ده من حق؟ لا طبعا أو موظف وزارة تربية وتعليم اعتدى يعني أصدر قرارات خاصة بوزارة صحة هل ده من حق؟ لا طبعا دي جهة إدارية ودي جهة إدارية تانية خالص يبقى ساعتها يبقى اسمه إيه؟ عيب عدم اختصاص إيه جسيم طب حلاب بقى التحقق عيب عدم الاخصاص البسيط إم تقول بقى أن ده عدم اختصاص هو بسيط يعني هيمشي التعادي جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أخرى يعني مثلا نفترض في وزارة تربية وتعليم في مثلا الإدارة ومثلا أي إدارة من الإدارات فيها كسم حسابات وكسم مهيات ده تعدى على العمل ده هنا هم موظفين ببعض وبيقوموا برضو بنفس الأعمال آه هو هنا تعد بس هي بتعدى إيه؟ بسيط اتنين اعتداء المرؤوس على سلطات رئيسه زي ما نظر المدرسة ومدير المدرسة ده المفروض اللي ياخد القرار المدير اللي أزره النظر مش من حقه طبعا رقم ثلاثة اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس وهيقول له لا تم هالرئيس هو اللي المفروض بيصدر القرار يعني ايه اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس آه وارد جدا يكون القانون أعطى شخص المرؤوس ده قرارات أو أعطى تعليمات أنه يقوم بقرار معين أو يتخذ قرار معين فهنا من حقه والقانون أعطاه له فلو المدير تعدى على هذه الأعمال سأتي بسموهي بعدم اختصاص بسيط رقم اربعة اعتداء الهيئة المركزية على اختصاص الهيئات اللا مركزية طبعا انا قلت عندها هيئتين هيئة مركزية وهيئة لا مركزية كل واحدة لها اختصاصها وأعمالها فلا يجوز ان ايه الهيئة المركزية تتعدى على الأعمال بتاعت الهيئات اللا مركزية خلي بالك القرارات اللي بتاخدها الهيئات اللا مركزية من حق الهيئة المركزية ان هي توافق عليها أو ترفضها انها ماينفع تعدل فيها أو تلغيها أو تشيلها وتحط حاجة ما كان لا طبعا هو يعمل يرفض او يوافق فقط لغير انه ما يفعلش يعمل فهؤ اي تعديل لو حصل اي تعديل هيبس ان هياه بعد cultus ايه بسيط طيب فيه بعد كده ركن الشكل تاني ركن العق summarum اللي هو ركن الشكل اللي هو القاول اللي الذي يصب فيه القرار الاداري فهو الماظهر الخارجي اللي ستجسد فيه ارادة جيت الادارة يعني مثلا شكل القرار مكتوب بالقرار ولا القرار معمول شفوي على حسب طيب فيه بعد كده سبب القرار الاداري تدفع جيت الادارة لاتخاذ القرار زي ما انا قلت لك من شوية اصدرت القرار بخصم مرتب موظف ميت جنيه ليه عشان بيتأخر يبقى ايه السبب ان هو دائم ان هو يتأخر عن اعمال الايه الوظيفة بتاعته طب فيه بعد كده محل القرار الاداري المحل اللي هو الاصر القانون المترتب على القرار ايه الاصر القانون المترتب على القرار الاداري الاصر القانون عندي زي ما قلت لك اصدرت القرار بخصم مرتب موظف ميت جنيه يبقى ايه الاصر الترتب هنا ان الموظف دوات مرتبه نقص كام ميت جنيه طب فيه بعد كده ما هي وسائل العلم بالقرار الاداري ايه وسائل العلم بالقرار الاداري طب انت تعرف ازاي القرار الاداري صدر تجاهك انا عشان اعرف القرار الاداري صدر تجاهي فيه عندي ثلاثة وسائل واحد النشر اتنين الاعلان ثلاثة العلم اليقيني يبقى النشر اعلان علم يقيني طيب المشر يعني يعني بنشر القرار في جريدة رسمية تمام او في النشرات المصلحية ده هو 12 يعني بنشر اي قرار صدر في جريدة رسمية الاعلان يعني ببلغ صاحب الشأن بالقرار اللي صدر تجاهه تلاتة العلم اليقيني اللي هو العلم اللي مفوش ظن اللي ما يقولكش انا على ما اظن ان فيه قرار صدر ضدي لأ ده انت على علم علم يقيني وليس ايه ظني طب خلي بالك لما اركز كده انا قلت ان انا عندي فيه أربع نوع من القرارات الإدارية قرار فرد مثلا قرار تنظيمه سلبه وإيجابي تعالوا نتكلم بالنسبة للفرد والتنظيمي لو أنا هعمل نشر هعمل نشر لأني قرار الفرد ولا التنظيمي بالعالي كده تنظيمي يعني على جماعة كبيرة هل هروح أبلغ واحد واحد يعني قلت جميل محلات في الساعة عشر هروح أبلغ محل محل النوع في الساعة عشر أكيد لا طبعا أمال هنعمل إيه؟ هنعمل نشر في جريدة رسمية طيب لو أنا صدر قرار تجاه موظف معين أنا هعينه في الوظيفة هنعمل له نشر بقى في الجريدة أو مثلا أنا هفص الموظف أو أن أنا هغرمه أو أن أنا هعبسه هل بقى أعمل له نشر في جريدة رسمية عشان فرد؟ أكيد لا طبعا أمال بقى أعمل إيه؟ بقى أعمل إعلان بروح أبلغه هو صاحب الشأن ده لو كان قرار إيه؟ فردي إذن يبقى النشر للقرارات التنظيمية والإعلان للقرارات الإيه؟ للقرارات الفردية العلم اليقين للإتنين بقى فردي وتنظيمي طيب يقصد بالنشر يعني إيه النشر؟ النشر هو نشر قرار إداري كاملا شاملا لجميع عناصره في الجريدة الرسمية أو في النشرات الإيه؟ المصلحية في بعد كده يشترط لنشر قرار إداري في النشرات المصلحية الشروط عشان تنشر قرار إداري في النشر المصلحية عندي شروط واحد أن تكون هناك نشر مصلحية بضوابط معينة زي ما القانون قال الدوابط دي تبعمل إزاي؟ طبعا النشر المصلحية دي لازم أن تكون مثلا ورقة هنوزع الموظفين او سندوق كده بموجود داخل مثلا الادارة او داخل المدرسة بيتعلق فيه اوراق اللي هي بالقرارات المهمة اللي بتصدر اتنين ان توزع النشع عن الموظفين ذو الشأن ويوقعوا بالاستلام خلا بلك برضو لازم بنزع النشع عليهم وانهم يمضوا انهم استلموا النشرات دي عشان ما حدش يقول لك على ما اظن صدر ضد القرار ازاي صدر تظن ازاي ده القرار قدامة كنت ماضي عليه تمام رقم تلاتة يجب ان يتضمن النشر في حوال قرار يعني انا يهميني ان النشر بتاعنا هنشر القرار كله ماجيش جزء معين وبند معين وبند تاني لأ لازم نصدر كل حاجة طيب فيه بعد كده الاعلان يعني ايه اعلان الاعلان اللي هو تاني وسيلة بقى هو ابلاغ او اعلام صاحب الشأن بمضمون القرار الادارة زي ما قلت لك بروح ابلغ صاحب الشأن وحتى قلنا الاعلان في القرارات الايه بيبقى في القرارات الفردية بصاحب صاحب يعني بنبه او ببلغ صاحب الشأن يبدأ اسمه اعلان طيب ايه الاحكام الخاصة بالاعلان القرار الاداري الاعلان زي ما احنا لسه يلينا من شوية هو وسيلة العلم بالقرارات الايه الفردية مش التنظيمية لان اعلان انا ابلغ صاحب الشأن فقط لغير اتنين لا يغني نشر القرار الادارية الفردية في الجريدة رسمية عن اعلانها طيب لو انا نشرت القرار الاداري الفردي نشرته في جريدة رسمية خلاص كده اكتفي لا طبعا طالما القرار الفردي لازم نعمله اعلان يبقى حتى لو نشرته في جريدة رسمية لازم نعمله ايه اعلان تلاتة القاعدة انه ليس الاعلان شكل محدد الا اذا حدد القانون شكل ايه محدد طبعا الاعلان باي شكل من الاشكال ده ممكن يجيلك محضر يخبط عليك يقولك صدر تجاهك قرار فمش ليه شرط يعني مش ليه شكل معين رقم اربعة الاعلان قد يكون على يد ايه محدد زي ما انا قلت لك ممكن يجيلك المحدد يقولك فيه قرار صدر ايه تجاهك خمسة يجب ان ينصب الاعلان على القرار الاداري كاملا شاملا لجميع عناصره يعني لما اصدر القرار لازم ان يكون كامل وشامل لجميع العناصر يعني مش اصدر لك مش مش ععلينك جزء من القرار لازم ان اعلين القرار ايه كله فيه بعد كده القرارات الادارية اللي اتضمن بالضرورة اصر رجعي خلي بالك اي قرار اداري احنا قلنا عليه لما بيجي يصدر بيصدر او بيطبق بأصر فوري ومباشر يعني صدر النهاردة قرار هيطبق على الوقائع الجديدة مش القديمة ليه لان القرار الاداري اللي ما بيصدر بيطبق بأصر فوري ومباشر من يوم صدوره طب لو الوقائع او الجرائم دي اللي احنا عزرت القرار النهاردة ينفع طبعه على وقائع او جرائم قديمة لا طبعا هو بيطبع على الجديد وليس على الأديم ولكن عندي استثناء يجوز اللي هو القرارات الأدارة في بعض الحالات ممكن أطبع القرار الإداري بأثر رجعي يعني يصدر النهاردة وطبعه على اللي فات إذا ينفع؟ آه ده استثناء إمتى؟ في ثلاث حالات واحد القرار التفسيري أصدرت قرار إداري نهاردة عشان أفسر قاعدة قديمة يبقى بالتالي القرار اللي يصدر النهاردة ده صدر ليه؟ عشان القاعدة القديمة دي يبقى كده أطبع الوقاعة الأديمة ولا الجديدة كده على الأديمة اتنين القرار المؤكد فيه قرار بيأكد قرار أديم كان فيه قرار أديم بس إحنا مش متأكدين منه فصدر قرار النهاردة يأكد القرار الأديم تمام؟ يبقى كده القرار اللي نزلته النهاردة يطبع بأثر فور و بباشر ولا بأثر رجعي؟ غصبنا عنها طبعاً يطبع بأثر رجعي رقم تلاتة حالة سحب القرار الإداري بقرار إداري آخر أصدرت القرار النهاردة بسحب قرار أديم يبقى أنا بباشي القرار وحط قرار مكانه يبقى القرار اللي صدر جديد هيتبقى على أنه وقع على الأديمة لأن أنا بسحب قرار أديم وحط مكانه قرار إيه جديد يبقى القرار اللي أصدرته هيتبقى بأثر إيه رجعي يبقى في التلات حالات دول أنا بطبق القرار بأثر رجعي رغم أنه الطبيعي من غير اللي السسناء يتبقى بأثر إيه فوري ومباشر طيب فيه بعد كده إلغاء القرار الإداري خلي بالك أنا عندي فيه إلغاء وفيه سحب لما أقول لك إلغاء القرار الإداري يعني بلغيه بالنسبة للمستقبل فقط ندي مثال بسيط بس حتى توضح الصورة لك أنا أصدرت قرار من سنة جميع مرتبات مثلا موظفين هتزيد 100 جنيه أنا أدي مثال يعني هو مش شرط يبقى مثال صحيح بس إحنا أنا عشان أوصل لك فكرة سحب إيه وإلغائي طيب أصدرت مثلا جميع المرتبات هتزيد 100 جنيه لما أقول لك بقى وبعد السنة دي قمت جاي أصدرت القرار بإلغاء القرار اللي أنا أصدرته إيه اللي هيحصل بقى في إلغاء الميت جنيه اللي كانوا بغضاء المظفين مش ياخدوه تاني طيب واللي خدوها قبل كده لا خلاص دي حلال عليهم مش هترجع لأن أنا لما بلغي القرار بلغي إيه مستقبل فقط طيب لما نتكلم عن سحب القرار أنا أصدرت القرار من سنة جميع المرتبات تزيد مثلا 100 جنيه جيب بعد السنة سحبت القرار عارف يعني إيه سحب القرار بقى هنا هسحبه ماضي ومستقبل يعني الميت جنيه اللي أنتو خدتوها هترجعوها ومش هتاخدوها إيه تاني يبقى بسحبه ماضي ومستقبل أما بالنسبة ليه إلغاء بلغي بالنسبة لإيه للمستقبل فقط تعال بقى نعرف تعريف يكسب بإلغاء القرار الإداري قيام جية الإدارة المختصة بإنهاء الأثار القانونية لقرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط مع بقاء مرتبهم من أثار في الماضي لأنه مليش داعوا بالماضي خالص طيب تمام إحنا بقى نخش على إلغاء القرار الإداري في إلغاء القرار الإداري هنقسمها الحكتين فيه قرار سليم وفيه قرار معين هنبدأ بداية من كده بإلغاء القرار الإدارية السليمة في القرارات الإدارية السليمة هنقسمها الحكتين فيه قرارات لم يترتب عليها حقوق مكتسبة وفيه قرارات يترتب عليها حقوق مكتسبة طب واحد يقول لي برضو فهمني يعني إيه يترتب عليها حقوق ولم يترتب عليها حقوق يعني لو أزرت قرار إن المرتب المؤذف هيزيد 100 جنيه يبقى هنا ترتب لي حق اكتسب حق أول ما اكتسبش اكتسب أما لما أقولك بدل الإمضة نخليها بصمة وهي دي هتفرق بالنسبة له كتير لا فهنا ما ترتبش عليها إيه حقوق طيب تعالي بقى نعرف هل يجوز إلغاءهم ولا لا يجوز واحد الكرارات السليمة التي لم يترتب عليها حقوق مكتسبة أنا مستفدش منها حاجة طبعا أكيد يجوز إلغاءها لأن أنا بالنسبة لكم مش هتأثر معي في حاجة سواء طبعا كانت تنظيمية أو فردية أما الكرارات السليمة التي رتبت حقوق مكتسبة يعني أنا اكتسبت منها حق هل يجوز إلغاءها؟ قال لك أنا سيما الحكتين لو كان قرار تنظيمي عكل يبقى يجوز إلغاءها طبعا ما قرار تنظيمي عكل يبقى يجوز إلغاءها اتنين القرارات الفردية لأ طبعا لو كان قرار فردي سليم أنا خطت الترقية بتاعتي عشان أنا فعلا من حق أنه أنا أترقى دلوقتي ينفع بعد كده يلغوا هذا القرار أولا هو قرار فردي وصدرت جاه واكتسبت منه حقوق صح كده ينفع أن هنا يلغوا القرار أكيد لأ طبعا لا يجوز إلغاءها طبعا فيه بعد كده بقى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة القرار المعيب يعني القرار اللي أصدر كان هو أصلا فيه خطأ مش صح هنا بنقول القرارات التنظيمية المعيبة لو كان قرار تنظيمي هو تنظيمي ولا فردي لو كان قرار تنظيمي يجوز إلغاءه ما عندي لاش أي مشكلة مش هو معيب إذا كان أصلا ما كان سليم يجوز إلغاءه فما بالك بلا ما يكون معيب يبقى برضه يجوز إلغاءه أما لو كان قرار فردي معيب فردي معيب القرار اللي صدر صدر تجاه فردي معين والقرار المصح خطأ ألغي؟ لا ملغوش إزاي ملغوش؟ أيوة ما ينفعش ألغي أسحابه ملغوش لأننا لو لغيته يبقى الحق اللي اكتسب الفرض قبل كده خد مثلا أنت رأيها أو خد مثلا مبلغ من الأموال زيادة ومش من حقه هو اللي ياخدها المفروض شخص آخر يبقى الفلوس اللي أخدها دي من حقه؟ لا طبعا مش من حقه ياخدها يبقى أنا لو لغيتك قرار أنا قلت لك اللي غاية يبلغها بالنسبة لمن؟ للمستقبل بس طب والماضي قال لك لا هيفضل زي ما هو يبقى الفلوس اللي أخدها اللي مش من حقه طب من حقه؟ قال لك لا طبعا وما لا نعمل في الحالة دي؟ نسحب القرار يعني أسحب القرار؟ يعني الفلوس اللي أخدها هترجع ومش هياخدها تاني يبقى دي أوقت كده القرارات الفردية المعيبة يجب سحبها وليس إيه إلغاها طب نخش بعد كده على سحب القرار إداري سحب ما اللي أنا قلت لك على إيه؟ بسحبه ماضي وبسحبه إيه؟ مستقبل القرار الإداري بالنسبة للمستقبل والماضي طيب في سحب القرار هن برضو هنتكلم عن حاجتين فيه قرار سليم وفيه قرار إيه؟ معيب تعالنا نشوف برضو هنقدر نسحب القرار السليم والقرار المعيب ولا فهينا بيقولك تكلم عن سحب القرار الإداري السليم هنقسمها برضو لتنين قرار تنظيمي ولا قرار فردي القرار التنظيمي السليم لا يجو السحبه طالما صدر قرار تنظيمي سليم ما سحبوش وما لكنا عملنا إيه فيه من شوية ألغي يجوز إلغاءه إنما لا يجوز إيه سحبه اتنين القرارات الفردية السليمة القرارات فردية سليمة هقسمها لحاجتين هو الفرد اكتسب منها حقوق ولا ما اكتسبش منها حقوق فاللي هو اكتسب منها حق لا يجوز سحبها طالما ما استفدنا منها ما ينفعش اللي إحنا إيه نسحبها سوا سليم يعني من حقه طيب أما القرارات التي لا تولدت أي حق للأفراد يعني ما اكتسبش منها حقوق طبعا مش هتفرق بالنسبة له موجودة زي مش موجودة سحبناها زي ما سحبناش مش هتأثر معاه فالقانون قالك يجوز ايه؟ يجوز سحبها خلي بالك ده كله بالنسبة للقرارات الايه؟ السليمة طب بالنسبة بعد كده للقرارات المعيبة ينفع أسحب القرار المعيب أولا هقسمها ما بين حاجتين قرار تنظيمي معيب وقرار فردي تعال ناخد التنظيمي القرارات التنظيمية لا يجوز سحبها إيه دا دا معيب؟ ألغي المعيب بص ألغي ما سحبوش ألغي ما سحبوش زي برضو السليم ممكن ألغي إنما لا يجوز ايه؟ سحبه دا القرار التنظيمي طيب اتنين القرارات الفردية المعيبة احنا قلناها من شوية في الإلغاء قلت لك إن القرار الفردي المعيب لا يجوز إلغاءه ولكن يجب ايه؟ سحبه إذن لو كان قرار فردي معيب يبقى يلازم إن أنا أسحبه لازم لنا أسحب ايه؟ وتعريف المرفق العام ايه هو المرفق العام؟ هو كل مشروع تقوم الدولة بإدارته بنفسها او بواسطة الافراد تحت ركوباتها وإشرفها بقصد إشباح حاجة عامة للجمهور يعني هنا بيبقى مشروع الدولة هي المسؤولة عن الإدارة بتاعته وهي اللي بتشرف عليه بواسطة افراد طبع طبع للدولة الهدف من هذا المشروع اللي هو إشباح حاجة عامة لإيه للجمهور خلي بالك المرفق العام ليس الهدف منه تحقيق ربح يعني الدولة مثلا بتنشئ طرق أو كباري هنا ليس الهدف منه بيكون تحقيق ربح ومال الهدف منه إيه إشباع حاجة عامة للناس إيه كلها ساعتها ده بنقول عليه إيه مرفق عام زي مثلا مستشفى حكومة مدلسة حكومة الطرق الكباري دي كلها تعتبر مرافق إيه عامة وليس الهدف هنا تحقيق إيه تحقيق الربح طيب أنواع المرافق العامة بالنظر إلى النشاطها طبعا هقول ستة أنواع من المرافق بس هنقسمها بقى فيه مرافق بالنظر إلى طبيعة النشاط بتاعها مرافق إدارية ومرافق صديق المرفق الإداري ده اللي هو المرفق اللي لازي لا يستطيع أي فرد من الرفراد يعمل زيه الفرد العادي ده حاجة الدولة بس الوحيدة اللي ممكن تقوم بهذه المرافق زي وزارة داخلية زي اللي هو مرفق البوليس مرفق الداخلية مرفق مثلا الجيش فدوة دي ما ينفعش حد ينفعش يقول لك أنا إيه الدولة عندها يعني وزارة داخلية لا طبعا لا يجوز لأن دي اسمها مرافق إدارية حاجة من الأفراد ينفعش يعمل زيها اتنين المرافق الاقتصادية زي مثلا الشركات أو مصانع خاصة بالدولة لا ما فيش مشكلة دولة عندها مصنع أنا كما ممكن أعمل مصنع الدولة عندها شركة أنا ممكن أنا كما نعمل ايه شركة دي ما فيهاش مشكلة يبا دي اسمها مرافق ايه اقتصادية طيب أنواع المرافق العامة بالنظر إلى مدى ما تتمتع به من استغلال هنقسمها الاتنين مرافق لها شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية اللي لا تتمتع بالشخصية المعنوية دي بيكون تابعة للدولة زي الوزارة الداخلية أما مثلا مرافق ذاتها شخصية معنوية مستقلة زي مثلا الشركات والمصانع طيب ممكن نقسمها تاني أنواع المرافق العامة بالنظر إلى أساس النطاق المكاني المكان بتاعها تنقسم إلى نوعين مرافق قومية ومرافق مهلية لما قولك مرفق قومي يعني على مستوى الجمهورية كلها زي مرفق وزارة التربية والتعليم وأنا عندي كذا وزارة في الدولة هي وزارة التربية والتعليم واحدة بس على مستوى الجمهورية بس مرفق قومي أما المرافق المحلية ومرفق محلي يعني هو موجود في منطقة يعني موجود في مناطق يعني مش لازما المرفق دي على مستوى الجمهورية كلها لا 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 ده ممكن مثلا زي شركة الميا شركة الميا اللي خاصة بمحافظة القاهرة خلاص فانا بتكلم عن اماكن معينة يبقى دي اسمها ايه مرافق محلية طيب فيه بعد كده اشكال انشاء المرافق العامة الاشكال بتاعت انشاء المرافق العامة واحد استحداث مرفق جديد خلي بالك عندي شكلين اما ان انا هستحدث مرفق جديد هبني مبنى جديد خالص وعمله او هحول مشروع خاص الى مشروع ايه عام هاخد مبنى مثلا كان بتاع افراد هاشتري مثلا منهم وحولوا بدلا ما كان مرفق خاص او هاخد شركة مثلا بدلا ما كانت شركة خاصة هخلىها شركة ايه حكومية يبقى انا حولتوا من خاص لايه لعام يبقى كده عني شكلين اما هعمله من اول جديد خالص او ان انا هحول حاجة من خاص الى ايه الى عام طيب تكلم عن الغاء المرافق العامة عشان تلغي المرافق العامة عندي تلات حالات واحد المرافق التي انشأت بقانون بالغاء بقانون يعني زي ما انا قذرت قانون عشان انشاء هذا المرفق هلغي عشان الغي لازم نصدر قانون بالغاءة اتنين الجهة اللي بتنشأه هي اللي لازم ان تلغي شوف مين الجهة اللي انشأت هذا المرفق يبقى هي نفس الجهة لازم ان ايه تلغي المرافق التي انشأت بقرار جمهوري برضو لازم نلغي بقرار ايه جمهوري يبقى لو انشأ بقانون ألغي بقانون الجهة اللي اصدرته هي اللي لازم ان تلغي لو أنشى بقرار جمهوري يبقى لازم برضه يتليغ بقرار جمهوري فيه بعد كده المبادئ المرافق العامة المرافق العامة بتقوم على ثلاث مبادئ مهمين جدا واحد استمرار سر المرفق العام يعني لازم المرفق العام يفضل شغال ما ينفعش يتقطع يعني مثلا احنا بنتكلم عن مرفق عام مستشفى حكومة ينفع مثلا يجي في المستشفى ويقول لك هنشتغل ايام او ايام لا لا طبعا دي طالما مرفق عام يبقى لازم يكون شغال على طول زي برضه مرفق عام زي الطور وكبالينفع ألمس أنا المنطقة دي مش هخلي حد يعد منها مدة معينة لا طبعا إلا لو كان طبعا لظروف معينة خلاص طيب اتنين قابلية المرفق للتغيير يعني ايه قابلية المرفق للتغيير يعني اي مرفق عام قابل انه يتغير ويتطور وفقا للتطورات اللي بتحصل وحدس القوانين بتاعته ده طبيعي رقم ثلاثة مساواة المنتفعين طالما مرفق عام يبقى كله سواء في التعامل مع زي المرافق وكله لازم يستفيد زي بعض يعني الكل بيستفيد بالمساواة كله زي بعض يبقى دول ثلاث مبادئ بتقوم عليهم المرافق العامة فيه بعد كده الادراب طبعا لانتلك من شوية فيه مبدأ يسمى مبدأ سير او استمرار سير المرفق العام صح كده يعني لازم المرفق يفضل شغال عطول عشان كده القانون بلان على هذا المبدأ نظم موضوع الادراب والاستقالة فيه العمال الحكومية فعمل ايه؟ قالك عرف الادراب عموما بس عشانكم بعارفين ايه هو الادراب اوليه طبعا نظام معين الادراب هو التوقف كل او بعض العاملين اما كلهم او بعضهم انا مقلتش واحد او اتنين لو واحد او اتنين يبقى مبتناع على العمل تمام؟ فيه مرفق معينة او اكثر عن مباشرة العمل دون نيتهم الى التخلي عن وظائفهم نهائيا خلي بالك برضو هنا مش هدف انه هو يتخلى عن الوظيفة لا هو هيعمل ادراب مدة معينة مش فرض يعني جماعة او كل الناس هيعملوا ادراب لمدة ايه؟ معينة نيتهم مش التخلي عن الوظيفة اما نيتهم ايه؟ هو بيضغط على جهة الادارة عشان تحقق مطالب معينة عشان يحسن مثلا ظروف وشروط الايه العمال يعني واحد مجموعة افراد في مثلا في الوزارة يعني جميعهم او بعضهم عمل ادراب عشان مثلا نزود المرتب بتاعها وياخد مكافئات معينة او امتيازات معينة فهو الهدف هنا من الادراب مش انه يمتنع عن العمل مدى الحياة لا طبعا هو لو امتنع عن العمل مدى الحياة باسمها استقالة وليست ايه ادراب وما الهدف هو ايه؟ انا هضغط عليه مدة معينة لغاية ما يحقق المطالب اللي انا عايز فهنا بنسميه ادراب خلي بالك لو نيته انه يتخلى عن العمل بصفة نهائية وبهنا اسمها استقالة وليست ايه ادراب طيب عناصر الادراب ايه العناصر بتاعت الادراب؟ واحد الصفة الجامعية انا قلتلك ما ينفعش بفرد ده احنا لازم ان ايه؟ يا بعض الموظفين يا كلهم اتنين نية القوامين بالادراب عدم ترك العمل نهائيا وإلا طبعا كانت اسمها ايه؟ بساعتها مش اسماش ادراب ايه باسمها استقالة ثلاثة الغرض من الادراب الضغط على الادراب لتحقيق مطالب تتعلق بالايه؟ بالعمل انا هدف من الضغط او من الادراب ده ايه؟ ان انا هضغط على جهة الادراب عشان حقق مطالب ايه؟ معينة ايه زود لي المرتب يديني مكافئات يزود لي ايام من اجهازات ايام ما يكون يعني طيب فيه بعد كده الموازنة العامة وطبع جديد برضو عندنا الموازنة العامة هي البرنامج المالي اللي الخطة عن سنة مالية مجبلة لتحقيق اهداف محددة طبعا الموازنة دي احنا بنعملها لمدة سنة موازنة بتاعت الدولة عبارة عن موازنة بجمع فيها ارادات الدولة ونفقات الدولة يعني الفلوس اللي جاي للدولة والفلوس اللي الدولة هتصرفها طبعا انا بعمل حاجة تقديرية للسنة المجبلة بتوقع ايه الفلوس اللي هتجيدي و ايه الفلوس اللي هتصرفها لمدة سنة واللي احنا عارفين طبعا بتبدأ الموازنة في 1-7 وبتنتيه طبعا 30-6 في السنة الجديدة طيب ده تعريف الموازنة الموازنة ليه خصائص واحد الارتباط الوصيق بين الموازنة العامة الدولة والخطة لازم يكون الموازنة ده أنا حادثة متفقة مع الخطة بتاعت الدولة ما أنا ما كونش حادثة خطة هعمل وهعمل 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 وأنا عندي عجز مثلا أو الفلوس اللي هيجيلي الإرادات اللي هيجيلي قليلة والنفقات كتيرة طبعا ساعتها مش هكون فيه ما قدرش أعمل بقى خطة اللي أنا هعمل مشاريع معينة بناء على أن أنا هيبع عندي عجز أصلا فهعمل إزاي المشاريع ده فلازم أن تكون الموازنة متفقة مع الإيه مع الخطة اتنين يجب أن تكون لفترة زمنية محددة وهي إيه لمدة سنة لأن أي موازنة تتعمل لمدة إيه سنة واحدة أنا مش بعمل موازنة مفتوحة عامة بقى سنة اتنين تلاتة لا طبعا لازم أن تكون إيه لسنة واحدة ثلاثة الموازنة العامة تعتبر تجديرات للسنة المالية لإيه المجبلة خلي بالك الموازنة العامة بتوبى تقدير لسنة جاية طبعا لو سنة فاتت يبسموا حساب ختامي وليس موازنة إيه عامة طيب فيه بعد كده الموازنة لما بنيجي نحطها لها المبادئ بتقوم عليها فالمبادئ اللي تحكم الموازنة العامة عندي تمام مبادئ سنوية الموازنة لأتلك لازم أن تكون له مدة سنة شيوع الموازنة خلي بالك الإرادات والنفقات يعني بجمع كل الإرادات على بعضها ما ينفعش أقول إيه الإرادات اللي هتجيلي من قناة السويس هصرفها على التعليم الإرادات اللي هتجيلي من السياح هصرفها على الصحة الإرادات اللي هتجيلي من الضرائب هصرفها مثلا على طرق لا طبعا أنا ليه وارد النداء يجيب مبلغ كبير والحاجة اللي أنا هصرفها مش محتاجة المبلغ ده كله وما ليه إحنا بنعمل إيه بجمع كل الإرادات على بعضها وبتتشوف كل وزارة من الوزارات محتاجة قد إيه بالظبط يبقى هنا اسمه مبدأ شيوع الموازنة ثلاثة مبدأ عمومية الموازنة الموازنة بتبقى عامة شمل جميع النفقات وشمل جميع الإيه الإيرادات ضبقة الموازنة لازم أن يكون الموضوع واقعي يرجع للواقعية ما يكونش مثلا أنا إيه في زمن الكوروية أنا بص السياحة السنانية هتجيب لي مبلغ أكبر من السنين اللي فات بكتير جدا إزاي وإحنا مثلا في زمن وقت أمراض وكلام ده كله أو في كورونا فأكيد ما فيش سياحة قوي أو منخفضة فطبيعي إيه هيقل الإيراد مش هيزيد فلازم أن لما أجأ حط الموازنة أكون فيه دقة عندي فيه واقعية رقم خمسة مرورة الموازنة يعني تحتمل أي حاجة هتحصل أقدر أعالجها بسرعة رقم ستة وحدة الموازنة أنا بأعمل موازنة واحدة فقط للدولة مش أكتر من موازنة بتشمل كل الإيرادات والنفقات سبعة وضوح الموازنة لازم أن تكون متأسمة الأبواب وأقصام بحيث أي حد يقدر تطالع عليها يفهمها رقم تمانية توازن الموازنة يعني بص ألا مش بقول لك تساوي أنا بقول لك توازن يعني الاتنين يبقوا قريبين شوية من بعض سواء الإيراد أو النفقات وارد يبقى فيه عجز وارد يبقى فيه زيادة بس يكون حاجة إيه بسيطة خلاص طيب مراحل إعداد الموازنة أي موازنة عندي بتمر بأربع مراحل لما بنيجي نعملها خلي بالك الاربع مراحل دول فيه تلاتة بتقوم بهم السلطة التنفيذية وواحدة بس بتقوم بهم السلطة الايه التشريعية أولا الاعداد بنعد الموازنة زي ما قلت لك قبل كده بتحضرها مثلا وزارة المالية بتاخد مثلا من كل وزارة أو كل وزارة بتقدم المشروع بتاحها لوزارة المالية وبتقول طلبتها ايه قبل عمل الموازنة أو قبل شهر سبعة باربع شهور وبعد كده الوزارة المالية بتعرض على رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزارة وبعد كده بتتعرض على مجلس الشعب قبلها بشهرين وبعد كده مجلس الشعب هيبتدي يناقش المشروع بتاع الموازنة دوت لغاية ما يكره ويصدق عليه وبعد كده هيبدأ تنفيذ الموازنة وفي النهاية هنعمل ايه حساب ختامي ونراجع ايه اللي حصل طول السنة فالمراحل عندي اعداد اتنين اعتماد تلاتة تنفيذ التنفيذ ده بقى لو بيبدأ في شهر سبعة اربعة مرحلة الرقابة والمتابعة والحساب الختامي وده اللي بيحصل بعد نهاية السنة المالية اللي يبتنتيه تلاتين ستة طيب في بعد كده مقارنة بين الموازنة العامة والحساب الختامي نعمل اقولك موازنة عامة وحساب ختامي بص موازنة يعني بعمل حاجة تقديرية للفلوس اللي هجيلي واللي هصرفها لمدة مجبلة من الزمن وهي ايه سنة اما حساب ختامي انا بعمل تقرير مفصل مش تقديري في الموازنة حاجة تقديرية انا بتوقع جايلي ايه وهصرف ايه اما في الحساب الختامي انا خلاص عرفت جايلي كام وصرفت كام بس الموازنة كانت لسانة مجبلة اما الحساب الختامي لسانة ايه سابقة طيب المقارنة بقى الموازنة العامة بيان تقديري مفصل للنفقات الحكومة واردتها اما الحساب الختامي بيان فعلي مفصل يعني فعلا باللي حصل لنفقات الحكومة وإراداتها الموازنة العامة بتبع عن فترة قادمة من الزمن أما الحساب الختامي عن فترة مضت من الزمن اللي هي سنة سابقة طيب نخش على موضوع جديد أنواع المخالفات أنا عندي نوعين من المخالفات فيه مخالفة بتسمى مخالفة مالية أنا طبعا المخالفة يعني بخالف اللواح والقوانين اللي موجودة أو بخالف الدستور فالمخالفة عندي بتنقسم له اثنين مخالفة مالية ومخالفة إدارية طبعا تعرفهم سهل جدا لما أقول لك مخالفة مالية هي إخلال العامل بقعدة مالية بخلي بقعدة مالية مقررة بالدستور أو القوانين أو اللواح أو التعليمات المالية طبعا بخالف أو الحاجة طبعا الدستور اللي ندال أعلى بعد كده القوانين بعد كده إيه اللواح وبعد كده التعليمات المالية فأنا هنا بخالف قعدة مالية نفس النظام هنقوله في المخالفة الإدارية بس هغير فيها كلمة إيه هي إخلال العامل بقعدة إدارية برضو مقررة بالدستور او القوانين او اللوايح او التعليمات الادارية طرق شراء المنقلات في الحكومة لما بنيجي نشتري اي جهاز مثلا مش يعني انا هديك فكرة انا كده بحسط وبفاهمها بسرعة لو فيه برضو ناس اول ما بتتخرج بتروح تشتغل في شركات بتعمل مناقصات وممارسات فانا هديك نبزة او مثال بسيط كده عشان تقدر تفهمها بسرعة اولا بس طرق شراء المنقلات هما 6 المناقصة العامة الممارسة العامة المناقصة المحدودة المناقصة المحلية الممارسة المحدودة الاتفاق المباشر اديك مثال احنا مثلا نفترض كله تب جامعة الكويرة عايزين نشتري ميكروسكوب معين طبعا مش برينز بقى ايه بنبعت اي حد يروح اشتري لنا الجهاز وتعالى والكلام ده كله لا في الحكومة لنا طرق معينة لشراء المنقلات ايه الطرق دي انا نفترض مثلا المناقصة العامة طب بنعمل ايه بعمل كراسة شروط وبطرحها وببيحها للشركات اللي عندها اجهزات طبية الشركات دي دي تشتريها طبعا بتشتريها برسوم بسيطة يعني 50 جنيه 100 جنيه حاجة زي كده تشتري الكراسة وكل شركة من الشركات تفتح الكراسة وتشوف الشروط بتاعة الجهاز او الميكروسكوب اللي انا عايزه عندهم ولا لا ومواصفاته عندهم ولا لا وتكتب لي السعر كل الشركة من الشركات بتعمل نفس الكلام وبيقدموني الزرف كده ومظروف معين بيسلموني بيكتبوا فيه المبلغ البتاع الشراء هيبا كام وانا باخد منهم المظاريف في المناقصة العامة باخد منهم المظاريف بجمعها وهم بيروحوا وانا بعد كده بفتح هذه المظاريف بنشكل لجنة طبعا وبيفتح المظاريف دي ونشوف مين اللي فيه نفس الشروط والمواصفات اللي انا عايزه بتاع الميكروسكوب وبالسعر المناسب اللي انا عايزه فتحت ده مثلا 10 تلاف ده 20 الف ده او مثلا ده 10 ده 12 ده 13 ده 15 ايه ما يكون ليه طبعا 10 بنفس المواصفات وبنفس الشروط اللي انا عايزها وبالسعر كمان المناسب بالنسبة لي يبا انا كده هاخده من مين هاخده من أبو 10 انا عملت هنا ايه اكني نزلت السوق ولفيت ودورت على قل الأسعار وجبت الحاجة اللي انا عايزها بنفس المواصفات والشروط فدي بنسمها مناقصة ايه مناقصة عامة اللي انا بجيب الحاجة بافضل الأسعار ومناسبة للشروط والايه والمواصفات اللي انا عايزها الممارسة برضو زيها بس كل فيها بدل ما شركات دي كان بتمشي لا بنفتح المظاريف قدامه من أم قاعدين لقيت مثلا 14 دوات اقل واحد ونفس المواصفات اللي انا عايزها بالزبط هاجي قدام الكل يا جماعة حد هياخد مني يبيع لي الجهاز بقى اقل من 10 تلاف واشتري منه عارف انه عملت هنا بقى ايه ساومت البائع في السعر يعني اكني بفاصل معاه تاني بس بالطريقة فدي اسمها ممارسة عامة كده الفرق ما بينهم الاتنين يعني احبيت قدي مثال اوضحها بس بشكل بسيط في بطورك شراء المنقلات مناقصة عامة مناقصة عامة على فكرة بتتعامل يبقى على مستوى الكل ما حددتش ممارسة عامة زي ما احنا برضو قلناها المناقصة بقى محدودة يبقى مثلا وقفة على شركات معينة مقاولين معينين يبقى انا حددت ناس معينة هي اللي هتخش المناقصة دي فقط لغير فيه منقصة محلية منقصة محلية يعني بتكلم على مثلا هعمل المناقصة دي في محافظة الجيزة يبقى اللي هيخش الشركات اللي هتخش في المناقصة دي لازم ان يكونوا تابع محافظة الجيزة فقط لغير لان انا حددت المكان فيه بعد كده ممارسة محدودة زي ما انا قلت لك ممارسة محدودة يبقى متوقفة على مقاولين معينين أو شركات معينة الاتفاق المباشر إيه بقى الاتفاق المباشر؟ أنا ما عنديش وقت ولو عملت المناصة ولو لاحظت المناصة والمراسة بتاخد وقت على فكرة بتاخد شهور فعبنا مشتري الجهاز أو أبني المبنى اللي أنا عايزه أو أشوف المقاول اللي يبني المبنى بنفس المواصفات والسيار اللي أنا عايزه الموضوع هياخد وقت جامد جدا عشان نعمل المناصة وأنا مستعجل فبنعمل حاجة اسمها إيه؟ اتفاق مباشر برو على مقاول معين إنت لا تبني لي كذا واتفي معاه على المواصفات والشروط والأسعار إتفاقنا يبقى خلاص هو إيه اللي هيتم من غير معمل المناصة والممارسة طيب وأنا ممكن بعد ما أعمل المناصة ألغيها؟ آه يجوز بعد ما أعمل المناصة ألغيها إمتى؟ واحد إذا كانت كيمة العطاء الأقل تزيد عن الكيمة التقديرية أنا حاطت مبلغ على فكرة ما زيتش مثلا عشان نشتري الجزة أو عشان أبني المبنى ده عن مثلا مليون جنيه لقيت إن الكيمة العطاء اللي جاي ليه أكتر بكتير جدا من المليون لا أنا الميزانية بتاعت أخيرها مليون لا هيزود عن كده لا يبقى كده لقيت كله مزود عن المليون كله يقول لتنين تلاتة أربعة وطالع لفوق وأنا كنت أعمل حساب على كامعة على مليون يبقى في الحالة ده نعمل إيه؟ هنلغي المناصة اتنين إذا تقدم عطاء وحيد تقدم عطاء وحيد يعني إيه؟ احنا عمليه مناقصة ينفع واحد بس اللي يخش في المناصة ده أنا أعمل واقصة عشان يخش كذا شركة وكل واحد يقدم للعرض اللي عنده واشوف مين الأنسب ومين الأفضل بالنسبة لمواصفات والأسعار فواحد بس الأدن فمن حق في الحالة دي أنا ألغيه تلاتة إذا اكترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفزات كل واحد مقدم لي المظاريف بتاعته وكاتب لي مواصفات الجهاز بس عامل إيه بقى؟ كل واحد متحفز يعني أقولك أنا عندي جهاز المواصفات والشروط بس في حاجة مختلفة شوية والتاني نفس نظر أقولك بس في حاجة مختلفة شوية فكل واحد مقدم لي العطاء بتاعه وفي إيه؟ تحفز ففي الحالة دي هعمل إيه؟ كده برضو مش جاية زي الشروط والمواصفات اللي أنا أعيز فهلغيه رقم أربعة إذا دعت المصلحة العامة لذلك طبعا لو المصلحة العامة تدعي ليلغاء المناصة في الحالة دي هنلغل إيه؟ المناصة طيب شروط كبول العطاء الوحيد ما أنت لسه يقول لي من شوية مش هينفع نقبل العطاء الوحيد ده أنت قلت ساعتها بتلغي المناصة آه بس في حالات معينة ممكن نقبل لو كان عطاء وحيد إمتى؟ أن تكون حاجة العمل لتسمح بإعادة طرح المناصة يعني الحاجة بتاعنا مستعجلين هو آه هو عطاء الواحد بس اللي جاء بس أنا مستعجل مش هينفع أعمل مناصة تاني والغيها وأعملها تاني إحنا مستعجلين هقبل للعطاء مفيش مشكلة بس برضو في حاجة تانية اتنين أن يكون مطابقا للشروط من حيث السعر والغيها طيب العطاء الوحيد ده لو جيه عطاء واحد بس يعني واحد بس اللي قدم شركة بس اللي جات وتلعت يعني مطابقة معي مع الشروط والمواصفات والأسعار خلاص أنا عايز ايه تاني يعني حتى لو قدم لي 100 شركة ما هو كده 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 هختارها برضو كنت أختار الشركة دي فطالما أعطاء وحيد مطافق مع الشروط والأسعار لنا عايزة يبقى ما فيش مشكلة هقبله حتى لو أعطائي وحيد طيب خش على لوائح لايح ببدل السفر لوائح دي طبعا مهمة أغلبها طبعا بيبقى حفظ بصفر ضديك نبزة كده مختصة يعني لايح ببدل السفر والحاجات دي أو بدلات أنا مثلا مفروض برائب في مدرستة أو الطبيعي اللي أنا بروح أمضي في مدرستة كل يوم بجأ أيام أعمال الامتحانات لازم أن ننتقل مثلا في مثلا الدبلومات أو في السنوية بننتقل من المحافظة بتاعتنا المحافظة أخرى أو من مدرستة المدرسة تانية فطب إيه أني فيه مصاريف أنا هصرفها مواصلات أنا كنت بكلف مثلا عشر جنيه من بيتي المدرسة دي لما روحت عشان أرائب أو روحت اللجنة بتاعت الامتحانات دي فبدأ لما روح من بيتي لغاية المدرسة كنت بصرف عشر بيتي بصرف مثلا خمسين جنيه فهنا بستحك بدل سأبقى بدل انتقال بدل سفر مصرفات انتقال مرتبات نأ فدي تسمى بدلات أنا بس بديك نابزة يعني أنتم أفهمها يعني إيه هي لائحة بدل السفر لائحة بدل السفر هي مجموعة القواعد والتعليمات التي تنظم النواحي المالية والإدارية للنفقات التي يتحملها العامل لتأديت مهمة حكومية خليبك لما كلمة أو لما تليلني قلت كلمة لائحة يبقى مجموعة قواعد وتعليمات بنرجع ليها عشان نعرف يعني هنطبق القانون إزاي عشان أعرف مثلا الموظف ده يستحق البدلات إزاي طيب فيه بعد كده بدل السفر إيه هو بدل السفر هو الراتب خليبك بقى عشان هما التعريفات كلها متشابهة شوي مع بعض فعايزة تركيز هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرئيس إذا ما قلت لك هو المفروض بيروح مدرسته تمام فبدل ما يروح المدرسة بسبب أعمال الامتحانات والمرأبة فهو راح مكان آخر غير المكان بتاعه فصرف مصاريف أكتر فبيستحق ساعتها بدل هيسمى مثلا بدل سفر تمام طيب فيه بعد كده حلقة استحقاق العامل لبدل السفر عشان العامل يستحق عندي بدل سفر هنا بنقول القيام واحد بالأعمال المكلف فيها من الحكومة لازم أنها هيكون هيقوم بأعمال مكلف فيها من الحكومة اتنين الحالات برضو بيستحق فيها العامل لبدل السفر الليالي التي تقدر في السفر بسبب الايه؟ بسبب النقل ده برضو يستحق عليها بدل تلاتة الانتقال لمقر الكوميسيون الطبي في بلد ايه آخر لو انتقل للكوميسيون الطبي في بلد آخر في الحالة دي برضو هياخد بدل بيسمى بدل السفر طيب فيه بعد كده مصرفات الانتقال ايه مصرفات الانتقال؟ هي ما يصرف للموظف نظير ما يتكلفه من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل المتاع خلي بالك هو مش مسافر يعني رحلة نفسه وكلام ده كله لا طبعا هو بيسافر عشان يقوم بعمل من أعمال الوظيفة يعني هو مسافر هيقدم مثلا مهمة حكومية فهنا بنديله مصرفات بتسمى مصرفات انتقال سواء هو يعني أجرة سفر وانتقال أو مصرفات اللي ياخدها بتاعت نقل الايه الأمتاع بتاعته فيه بعد كده مرتب النقل ايه هو مرتب النقل؟ هو المبلغ الذي يصرف للعامل وفقا للاقيها لمواجهة مصرفات نقل المتاع وأجور العربيات اللي هو استأجرها للانتقال بها هو والأسرة بتاعته فبيستحك عليها مبلغ بيسمى مبلغ مرتب النقل طيب آخر حاجة عندنا بقى اللي هو حالات استحقاق العامل لمرتب النقل إيه بقى إمتى يستحك العامل مرتب النقل؟ عندي أربع حالات عشان يستحك العامل مرتب النقل واحد التعيين لأول مرة في خدمة حكومية ساعتها يستحك مبلغ بيسمى مرتب النقل اتنين النقل من جهة لأخرى لو هيتنقل هننقله من جهة إلى أخرى بيستحك برضو مرتب يسمى مرتب إيه؟ نقل تالاتة انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو العزلة يعني لو انتهت الخدمة بتاعته بس لأي سبب غير الاستقالة أو إن احنا عزلناها يعني غير نواستقال أو إن احنا إيه؟ عزلناها من الوظيفة بسبب من الأسباب يعني أيما يكون حتى لو كان بسلا ارتكب جريمة معينة جريمة مخلة بالشرف أو الأمن أو الأمانة يعني في الحالة دي إحنا هيتشال هنعزله ففي الحالة طبعا مش هستحك إيه؟ مرتب النقل أربعة الإعادة إلى الخدمة لو رجع الخدمة في الحالة دي برضو يستحك مرتب يسمى مرتب إيه؟ نعم ده وقت كده كان الجزء أو حاولنا نغطي بقدر الإمكان الأسئلة بتاعة المنهج بشكل مبسط يعني إيش بس كده ندي بس إيه؟ مراجعة سريعة كده على الجزء الأولان اللي إحنا كنا شرحناه اللي اتكلمنا في الأول عن القرار الإداري وقلت في القرار الإداري إن جيت الإدارة بتفسح عنا إرادتها أو بتفسح عن القرار اللي جواها الحاجة اللي جواها بما لها من سلطة عامة بمقتدر قوانين واللوائح وطبعا لما اقتصد القرار ده بتحدث أثر قانوني إيه؟ معين يعني أزرت قرار مثلاً وزارة تربية والتعليم أزار قرار بفاصل عامل أو بتعيين موظف مثلاً أو بتعيين مدرس فهنا جيت الإدارة هي اللي أفسحت لوزارة تربية والتعليم لأن القانون أعطاه الحق والسلطة والسلحية في أزار هذا القرار تمام؟ لما عينت حصل أثر قانوني أو ترتب أثر قانوني إيه الأثر اللي ترتب هنا؟ إن أصبح الشخص ذوت أصبح موظف عندنا القرارات عندنا عرفنا إنه هو فيه قرار أربع أنواع قرار إيجابي وقرار سلبي وقرار فردي وقرار تنظيمي لما أقول لك قرار فرد قرار سلبي يبقى أنا امتنعت عن فعل شيء سلبي امتنعت قرار إيجابي لما أنا بقوم بفعل شيء يعني اتحركت عملت حاجة يبقى ده قرار إيجابي قرار فردي لما أتكلم عن شخص معين بذاته أنا أعين شخص معين بذاته يعني أعرف مين هو بالضبط تمام؟ يبقى اسمه قرار فردي قرار تنظيمي لما بتكلم عن جماعة مش بذاتهم لا بصفاتهم يعني انا قلت مثلا جميع الاهاوية تقفل الساعة عشرة يبا حد ما حددتش اشخاص معينة صحي كده انا قلت جميع فده اسمه قرار ايه تنظيمي طيب عرفنا برضو ان القرارات دي بنعرفها عن طريق عندي وسائل اللي هو الاعلان بالقرارات الادارية دي عرفت ان انا كان عندي ثلاث وسائل النشر والاعلان والعلم اليقيني وعرفت لو كان القرار فردي يعني لو كان القرار اللي عندي قرار فردي انا بعمله اعلان وليس نشر طيب انا لو نشرته في جريدة رسمية لازم نعمله اعلان اه طالما كان قرار فردي هعمله ايه اعلان طيب لو كان قرار تنظيمي لا القرار تنظيمي من الصعب جدا لو خدناه بالعقل من الصعب جدا نعمل فيه اعلان يعني انا قرار تنظيمي بكلم عن جماعة كبيرة اوي قلت كل المحلات هل أروح محل محل أقول له في الساعة كذا أو فيه قرار صدر كذا أكيد لا طبعا مش هقدر أغطي على نحاء الجمهورية كل المحلات دي أمال بنعمل إيه؟ بنعمل نشر في جريدة رسمية بحيث يبقى كله على علم إيه؟ على علم بي طيب فيه بعد كده اتكلمنا على سحب القرار والغاء لأن دي جزئية مهمة لما أقول إلغاء القرار يبقى أنا بلغيب بالنسبة لي المستقبل فقط يعني صدر القرار وأنا لغيته عايز ألغي بقى يعني صدر القرار من سنة فهاجل السنة دي هلغيه يبقى اللي حصل قبل كده مليش دعوة بيه هيفضل زي ما هو سابت أما اللي هيحصل بعد كده هطبع ديك قرار جديد فبالتالي هلغيه يعني المرتب بتاعك هيزيد 100 جنيه يبقى بعد كده أصدرت القرار بإلغاء القرار فإن اللي هيحصل الميت جنيه انت خدتها قبل كده حلال عليك ما سوش تخدها تاني أما بالنسبة للسحب باسحابه ماضي وباسحابه مستقبل أصدرت القرار النهاردة ان المرتبك هيزيد 100 جنيه وبعد سنة سحبت القرار يبقى اللي انت خدته هترجعه ومش هتاخده ايه تاني يبقى ده كان بالنسبة ليه سحب القرار وإلغاء القرار إداري وبكده نكون حلصنا المراجعة حولنا بقدر إمكان نغطي جميع الأسئلة بتاعة المنج وبالتوفيق لكم النجاح إن شاء الله وإلى اللي كان آخر في حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا